لعل ما أفرزته الانتخابات السابقة من تداعيات خطيرة عكست سلبا على الميدان السياسي حاليا حيث يرى قانونيون ضرورة أن تكون الانتخابات الحالية تحت عناية أممية ورقابة صارمة لمنع تكرار التزوير فمن دون وجود بيثة الأمم المتحدة في أكتوبر القادم ستكون العملية الانتخابية تحت رحمة الأحزاب التي لا ترضى بالمعطيات الفعلية والتجاه الرأي العام كما تعلمون بأن الانتخابات السابقة قد شابها عيب التزوير ولاحظنا هذا العيب من خلال كلام أغلب النواب أو أعظام السنواب هم أنفسهم يتحدثون عن عمليات تزوير في الانتخابات السابقة هذه الانتخابات مهمة جدا وأنا أعتبرها حقيقة نقطة البداية نحو التغيير والتحول إلى الطريق القانوني السليم هذه الأراء انعكست بالنتيجة على الشارع العراقي الذي يرى ضرورة ملحة للتواجد الأممي لمراقبة الانتخابات المقبلة ونزاهتها فهي الأمل الوحيد لتغيير الواقع السياسي الذي لم يكتسب رضا المواطن العراقي الذي يرى نفسه أسيرا لرغبات دول أخرى تدعيات تكمن بسبب كل شيء بسيط أن هناك تزوير عادي تزوير فضيع بالانتخابات البصمات تذهب إلى جهات حزبية وكنا نعرف ألمان لما تذهب فالرقابة الأممية ضرورة جدا بين القبول والرفض بالمشاركة الانتخابية إلا أن هناك إرادة وطنية ساعية للتغيير الذي من شأنه أن يحدث انتقالة كبيرة نحو ما يخدم وما ينفع الوطن والمواطن من يريد انتخابات نزيه لا تتكرر فيها شخصيات الفاسدة يؤيدها برقابة أممية لما أنتجته الانتخابات السابقة من نتائج طعنت واتهمت بالتزوير من بغداد محمد فراس قناة التغيير